بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعنا إخواننا في الجمعيات والمراكز الإسلامية في إيطاليا وأسبانيا ومونتريال في كندا وكذلك أيضا في السنغال وموريتانيا والنرويج والدنمارك نرحب بالجميع ونحن على مشارف شهر رمضان نسى الله سبحانه وتعالى أن يبلغناه وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته ونريد أن نتحدث بهذه المناسبة عن التهيئ لاستقبال شهر رمضان والاستعداد لذلك وكيف يمكن أن نستثمر هذه الفرصة العظيمة وخصوصا إخواننا الذين يعيشون في الخارج والكلام عام للجميع في بلاد المسلمين وغيرها يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لا أحب إلى المؤمن الذي يؤمن بالله من طلب يطلبه منه ربه الذي خلقه لأنه يعلم أن وراء هذا الطلب أن ربا رحيما كريما يثيب ويعطي العطايا الجزيلة فالمسلم إذا المؤمن إذا سمع بالطلب والأمر من الله اشتاقت نفسه له وتعلقت به وأحبته وأقبلت عليه أولا لأن الله الذي خلقه أمره بذلك وهو يريد أن يطيع من خلقه وثانيا أن هذا الخالق كريم يعطي الأجر ولا يضيع الأجر بل يضاعف الأجر أضعافا مضاعفة ليس إلى عشرة أضعاف فقط ولا إلى سبعمائة بل إلى أضعاف وراء ذلك وعندما يعلم أيضا بأن الصيام هذا من الصبر الذي وعد الله أهله بقول إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لما لا يفرح المسلم وأبواب الخير ستشرع والأجر سيضاعف والطاعات العبادات تتنوع وأجورها عظيمة ليس فقط الصيام يغفر له ما تقدم من ذنبه بل أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر كأنه قد زيد في عمرك يا مسلم 83 سنة أكثر من 83 سنة في كل سنة من حياتك كأنك أعطيت أنت أعطيت من الله هبة عظيمة في كل سنة من حياتك أكثر من 83 سنة ثم نلاحظ المكان العظيم لهذا الشهر عند الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ما بعد بدان الصيام نحن الآن في الليل ثبت دخول الشهر أعلن الشهر نحن في ليلة واحد والصيام سيبدأ من الفجر ما بعد صمنا لكن في هذه الليلة ليلة واحد صفذت الشياطين ومرضت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يعني الله يعين الله يعين ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله يعتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وحسنة وابن ماجة إذن الفرح عنوان واضح للمسلم ورمضان قادم لأن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم لله نفحت لله نفحت افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمة يصيب بها من يشاء من عباده فلا تدري يا مسلم لو أصابتك نفحة من تلك النفحات سعدت أبدا الدهر وكذلك فإن الاستبشار بالطاعة قدوم موسم الطاعة هذا من علامات الإيمان وإذا ما أنزلت سورتهم فمنهم من يقولوا أيكم زادته هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ثم الواحد يحتاج إلى تزكية لنفسه وهذا شهر الصيام والقيام والتلاوة وطعام الطعام وأنواع البر والطاعات للرحمة والمغفرة والعتق من النار يفرح المسلم برمضان كذلك لعله أن يتوب فيه توبة يغفر له بها ما سلف والتبشير بقدومه من أفعال الصالحين دعاً كالأحاديث الموضوعة والضعيفة من بشر بقدوم رمضان حصل له كذا ومئتين وستين حجة ومن يحتاج لهذه المبالغات في الأحاديث المكذوبة يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامة تفتع فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرا فقد حرم رواه أحمد حديث صحيح قال العلماء هذا أصل في تهنئة الناس في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان وتعل الهمم تزكو النفوس الجد التشمير الإقبال على الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل البلوغ والإعانة وإتمام النعمة وكذلك فإن هذا الشهر إذا حضر له في النفوس فرحة وله في النفوس استعدادات إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام كما قال الإمام الزهري رحمه الله والسلف قالوا انبسطوا بالنفقة فيه ابسط يدك صبقة ونفقة على أهلك على الفقراء المساكين وعلى أهلك وذوي رحمك وجيرانك وإخوانك في الله واستيعاب معنى الصيام الحقيقي يعني إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام ودع عنك إذاء المسلمين وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك لا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء وكذلك فإن المسلم إذا صام صامت معه جوارحه يقل له يتغير يتغير كلية إذا جاء رمضان وإذا كان المسلم يتعامل فعلا مع المناسبات هذه مواسم الطاعات بفقه فإنه سيتفكر ما وراءها لماذا الله عز وجل أجابنا عن هذا يعني لماذا الصيام يقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن هذه مدرسة ندخل فيها لنخرج بالتقوى تعويد النفس على فعل ما أمر وترك ما نهى عنه ثم في معنى لطيف للعلاقة بين المسلم وربه في هذا الشهر كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به يدعو شهوته من أجلي إذن يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي سر بينك وبينه في طعم للإخلاص لا يذاق بمثل الصيام لا يذاق بمثل الصيام وكذلك فرصة للمسلمين نحن هنا في المشرق أو في وسط العالم الإسلامي وأنتم في بلاد الغرب وغيرها توحيد الأمة يعني نحتاج إلى مناسبات نشعر فيها فعلاً أننا معاً توحدنا تذكرنا ببعضنا البعض الصيام هذا هذا على رأسها ولذلك نرى إقبال المسلمين على السؤال ورؤية الهلال والتحري ذلك ومتى نصوم وصام المسلمون في البلد الفلاني والمسلمون في البلد الفلاني تبدأ التفقدات ما حال هؤلاء ما حال هؤلاء ثم المسلم يرى شهوة النفس تنكسر والتعود على الطاعات يعني هو الآن يترك أشياء كانت حلالاً أصلاً هي حلال في الليل لكنه يتركها في النهار لله فكيف بالحرام ليلاً ونهاراً من باب أولى أن يترك إذن هذه تربية ثم التعود على تكثيف الطاعات يعني صيام تلاوة إطعام ذكر دعاء اعتكاف وهكذا هذا التكثيف للطاعات في وقت له واللعب ووسائل التواصل التي أشغلت الناس والأجهزة وهذه أنواع الترف أنواع الألعاب الملاهي نحتاج إلى أن نشعر بجدية الحياة في ظل الشريعة في ظل هذا الدين يا من طالت غيبته قد قربت أيام المصالحة يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم ومن حرم خيره فهو المحروم نحتاج إلى إخلاص نية صالحة ومعرفة السنة وهذا يحتاج بنا إلى طلب علم وقراءة وسؤال وتحري ولذاك سبحانه المواقع الإسلامية نحن نلاحظ مثلا في موقع الإسلام سؤال وجواب الذي نعمل من خلاله من عام 1996 1417 للهجرة أن هناك دخولا كثيفا في رمضان وأن العدد ممكن يتضاعف الدخول إلى الموقع معنى ذلك أن الناس تقبل الموقع اسلامQA.info اسلامQA.info هذا يعني سبحان الله يعطينا مؤشر فعلا حيوية اهتمام اقبال على التفقه التعلم ويرون ما هي الأسئلة السابقة ما هي الأحوال التي تعنيهم وإذا كان عندهم شيء فهل قد طرح سابقا يوجد مثلهم ما طرح فيتوجهون بالسؤال نشاط مكثف وطبعا بعض المسلمين الحمد لله يجردون الكتب جردا يقرؤون تثقفون يتعلمون وأيضا هناك يعني مبادرات علمية وعملية وقلبية وجسدية يعني مثلا تأتي يأتون إلى الصلاة مسرعين وإلى المساجد يهرعون ويمشون عليهم السكينة والوقار لكن يبكرون وإلى الصف الأول يتسابقون وحرصا على صلاة التراويح وقيام رمضان والمبادرة بتهيئة المساجد ماذا تحتاج من إمامنا في التراويح متى سنصلي ما هو الوقت هؤلاء وقتهم كذا في فنلندا 21 ساعة ونصف في الدنمرك 22 ساعة هنا في الدنمرك 21 ساعة في بعض شمال أوروبا مناطق شمال أوروبا 21 ساعة 20 ساعة طيب كيف نفعل كيف وعندما يقال لهم مدام عندكم ليل ونهار واضحاني فصوموا ومن لم يستطع يفطر ويقضي لا يكلف الله نفسا لو سعى الحل موجود الفطر والقضاء في الحقيقة أكثر المسلمين وإن يعني بعضهم سأل قالوا المسافة طويلة أو الوقت طويل وماذا نفعل لكنهم في النهاية سبحان الله يستسلمون من الفجر إلى المغرب مع طول الوقت ويعانون يعني من الله يعون يعون وسبحان الله يعني ما جمع الله على المسلمين نهارا طويلا جدا وحرا شديدا جدا يعني نجد أن المناطق هذه اللي فيها الصيام 21 ساعة مثلا مناطق باردة أو معتدلة ليست شديدة الحرارة على أية حال يعني تأمل في الأوقات الشرعية يعني الله خلق والضحى والليل والنهار والفجر كل أقسم الله بها وفي عبادات يعني مثلا نصف الليل يخرج به وقت العشاء على الراجح ثلث الليل آخر وقت النزول إلهي السحر وقت الاستغفار قبيل الفجر وقت السحور المفضل كذلك إذا غربت الشمس أفطر الصائم يبدأ الاتجاه إلى معرفة العلامات الشرعية للعبادات وهذا مكسب العلامات الشرعية للعبادات ابتداء من الهلال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا التعلم لهذه الهلال ودخل الفجر المغرب نصف الليل ثلث الليل وهكذا الحقيقة فيها لمسات للنفس في نفس المسلم إن لله عتقى في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة عمره في رمضان تعد الحجة والإكثار من الصدق والإنفاق وإطعام الطعام وكذلك عمل الخيرات بأنواعها وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران ودعوة غير المسلمين وتعالوا يا غير المسلمين انظروا ماذا لدينا في الدين هذه المحاسن العظيمة الموجودة هذا شهر رمضان وهذه فوائده حتى غير المسلمين سبحان الله سينجذبون لهذا الصيام مثير مثير يدعو بنفسه يدعو بنفسه لنفسه سبحان الله في ناس من غير المسلمين أول ما عجبهم في الإسلام الصيام أول ما عرفوه أقبلوا عليه بعض غير المسلمين يصومون قد يقول لك يعني لأجل الصحة وحفظ الصحة وإلى آخره لكن ألم يلفت نظره هذه ألم تلفت نظره هذه العبادة كذلك المسلم يشتغل في رمضان ليلا ونهارا يعني الرسول الملكي مع الرسول البشري يدارسه القرآن في كل ليلة ولذلك إذا أردت أن تطبق هذه السنة بين الرسولين خذ صاحبا في الله أو زوجة أحد من أهلك وتدارس معه القرآن كل ليلة مقطع آيات تتلى يقرأ تفسيرها وتتدبر ويستخرج ما فيها من الفوائد وماذا قال العلماء في فوائد الآية مدارسة كيف نستبيذ بنا في الواقع مدارسة والملاحظ أن هذه المدارسة لها انعكاس على البذل والعطاء لأن في حديث الصحيحين لما قال فيدارسه القرآن يعني جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام قال الراوي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة طبعا هذا الجود يشمل من فطر صائما كان له مثل أجره وإذا أشبعه أحسن لكن لو فطروا على تمرة وكلما أعطاه أكثر وكان الطعام أطيب كان الأجر أكثر هنا نحتاج إلى غير على رمضان وعلى مرور أوقات رمضان ولحظات رمضان وساعات ودقائق رمضان يعني احذر قطاع الطرق واللصوص يريدون أن يسرقوا صيامك أن يسرقوا خشوعك أن يسرقوا التقوى التي أرادها الله منك ويجعلوا بدلا من ذلك في ما حضروه من برامج الشر وأفلام الشر ومواد الشر أنواع من الانحرافات يعني شبهات وشهوات نلاحظ تركيز المواد التي تعرضها بعض أهل الشر يعرضونا على إثارة الشبهات والشهوات وفي رمضان في رمضان تحديدا كأنهم يريدون أن يعوضوا تصفيد مرضة الشياطين تصفيد الشياطين فشياطين الانس يعملون ويجب أن لا تلهينا مواقع التواصل ولا غيرها عن اغتنام أوقات هذا الشهر الأوقات العظيمة مسألة أن يفكر المسلم ماذا عمل سابقا من الذنوب والمعاصي والآن يندم والآن يستغفر والآن يعزم أن لا يعود والآن يسعى في رد المظالم إلى أهلها وتصحيح المسيرة وسلسلة الشياطين وقيل يا باغي الخير أقبل فلماذا يسوف التوبة إنه يريد أن يتوب فورا وحتى لو عليه زكاة ما قضاها واجبات قصر فيها لله حقوق للعباد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله طوبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا كان الله يتوب يعني يبسط يده بالليل يتوب مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيئ الليل فما بالك بليل رمضان الشريف ونهاره العظيم ولذلك حملة تنظيف شاملة للنفس في رمضان وأيضا فقه للصيام متغلغل فيصل لللسان لا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا مشاتمة ولا مسابة وللأعصاب ضبطا فلا غضبة ولا نرفزة ولا هجوم على الناس ومصارع معاركة و يعني الألد الخصم هذه شخصية المناكف الصعب بالانقياد هنا المسلم يحتاج أن يتخلى عن هذا كله لما أنت تأكل عند الإفطار بسم الله التمر هذه أو الرطبة فيها معنى الفطر على ما أحلى الله تذكير بقضية طيب المكسب وأنك يجب أن تنقي مكسبك من ربا من الرشوة من شيء في الخمر والخنزير أو في أنواع المحرمات لكي تكون قريبا من الله وينبت لحمك على حلال لأن كل لحم النبت من سحت فالنار أولى به والتقوى عندنا ليلية نهارية فلسنا من الذين يطيعون الله في النهار ويعصونه بالليل ويريدون في الليل تعويض كل محرم فاتهم بالنهار سبحان الله أليس الليل تبعا للنهار أليست ليالي رمضان من رمضان أليس في ليل رمضان فيه فضل عظيم ينزل الله في السماء الدنيا إلى السماء الدنيا في نصف الليل ثلث الليل الآخر أليس هذا يعني أليس هذا هذه الفرصة العظيمة التي يقول فيها ربنا للناس هل من تائب أتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه إذن نحن من خلال الشهر نتعلم دروسا وفي حلق ينظمها المسلمون لبعضهم البعض وهذه من منجزات رمضان حلق مدارسة القرآن حلق الذكر والتركيز على القرآن تحديدا لأن رمضان شهر القرآن والسلف كانوا يقبلون على القرآن سننتهز الوقت هذا لنسمع سؤال أخينا حسن زينة من إيطاليا تفضل يا حسن نحن هنا في إيطاليا والسؤال بخصوص هلال شهر رمضان عندنا هنا في إيطاليا الناس ينقصمون إلى قسمين قسم الأول بيتبع أم الكرة وهذا أغلبية مساجد إيطاليا بيتبع السعودية وأم الكرة إذا قالت السعودية غدا الصيام نصوم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سوموا لوريتي وأفطيروا لوريتي ولكن عندنا المرصد الأوروبي وهم من الآن حددوا رمضان يوم 27 مايو يوم السبت 27 مايو إن شاء الله رب العالمين فهل يجوز لنا أن نتبعهم فلكيا أم ننتظر رؤية الهلال إن شاء الله ونتبع أم الكرة ما هو الرأي الراجح في هذا الموضوع وجزاكم الله وخير طيب النبي صلى الله عليه وسلم حدد البداية صوموا لرؤيته لأن ربنا عز وجل قال فمن شهد منكم الشهرة فليصمه فكل من علم أن غدا من رمضان لزمه الصيام إذا رأاه واحد من المسلمين في العالم على قول جمهور أهل العلم يلزم كل المسلمين الصيام لأن المسلمين أمة واحدة طبعا الآن المسلمون يعيشون في دول يعيشون في بلدان يعيشون في حدود جغرافية ولذلك يقول أهل العلم إذا كان المسلمون في دولة لهم اجتماع واحد كلمة واحدة وقيادة تقودهم تعلن دخول عبادتهم وخروجها فإنهم يتبعون ذلك وربما لا يسعهم غير ذلك يعني صعب أن الأغلبية تمشي على شيء ويأتي مثلا قلة ويشذون عن ذلك ثم كيف سيصلون العيد والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون فإذا كان المسلمون لهم كيان واحد في البلد يتبعونه طيب وإذا لم يكن لهم كما يذكر الأخ في إيطاليا أو غيرها في مراكز إسلامية والمراكز تتعدد في مراكز قد تتبع مثلا أم القرى تتبع مصر تتبع لهم مرصد خاص لهم رؤية خاصة فإذا كان المسلمون في البلد هذه متحدون على شيء معين خرص غالبيتهم مع شيء معين فإنهم يسرون على ذلك وأما إذا كان لا يوجد كلمة غالبة ولا مركز واحد يتبعونه فإنهم يتحرون الهلال هم فإذا لم يوجد أو لم يمكن يأخذون برؤية أوثق بلد مسلم لديهم فإذا كان مثلا في بلاد الحرمين الرؤية منضبطة وفي لجان والقضاء الشرعي يهتم جداً بالموضوع وهناك خبراء في هذا من قديم خرص نمشي على رؤية بلاد الحرمين وهكذا فإذا هذا جواب ملخص للمسألة طيب نشوف نسمع أيضاً سؤال أخينا مراد بوعالي من إسبانيا فضل يا مراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يمكن للمسلمين في ذيار الغربة أن يستغلوا رمضان طبعاً أولاً الاهتمام بأنفسهم حفظ رأس المال ثم دعوة غيرهم الأرباح فيهتم المسلم بنفسه وبأهله في رمضان وهذه فرصة عظيمة نحن يمكن أن نقطع بأهلنا مفاوز ومسافات ودرجات في رمضان لأن نفوس مقبلة لما يكون الأولاد أو الولد أو الزوجة أو الأهل عندما يكون هناك إقبال وحتى بقية إخوانك المسلمين فالعطاء أسهل لأن هناك تقبل هناك رغبة ليس مثل وقت الإعراض وقت الغفلة فلابد ننتجز هذه الفرصة كذلك غير المسلمين الذين يروننا هناك خدم غير المسلمين يعيشون في بلاد المسلمين هذه فرصة كبيرة عمال موظفون غير المسلمين يعيشون في بلاد المسلمين فرصة كبيرة وكذلك عندما يرانا غيرنا من غير المسلمين ونحن عندهم في بلادهم فنحن خير سفراء لديننا ونمثل هذا الدين ولابد أن تكون أفعالنا على مستوى هذا الدين نحسن تمثيله نحسن أن نعبر عنه وأن ندعو إليه أن نطبقه وأن نعمل به أن نكون قدوة عملية قبل أن نكون بالكلام لأن بعض المسلمين يقولون دينكم جميل لكن لما نرى تصرفات أفرادكم لدينا يقولون شرب مخدرات وعلاقات النساء والأكل الحرام والإحتيال على أكل الأموال يرون الناس ليسوا أغبياء ليسوا عميان يرون ثم هم يتأثرون بالواقع والتصرفات أكثر مما يقرؤون في الكتب يأخذ ثكرة عن دينك من مسلكك قبل أن يقرأ كتابا عن الإسلام وهنا الخطورة يعني الواحد ممكن يشجع غير المسلم إقبال عن الإسلام أو يصد غير المسلمين عن إقبال الإسلام ولعياذ بالله طبعا المسلمون يقبلون عن مساجد إقبالا كبيرا الحمد لله تهيأ المساجد واحتساب الأجر في ذلك والإنفاق فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيها بالغدوة والأصال رجال كذلك إقامة الدروس المتنوعة تعليم فروض الأعيان أحكام الصيام نحن نحتاج يعني شروط الصحة الأركان الواجبات المستحبات المبطلات ما يؤثر ما لا يؤثر صلاة التراويح قيام الليل أحكام متعلقة بالسحور والإفطار بالمواقيت أشياء متعلقة بليلة القدر بالعشر أواخر بزكاة الفطر العيد يعني هناك أحكام كثيرة في رمضان وما تأتي إلا في رمضان ولما يتعاون المسلمون في جمع زكاة المال وإنفاقها في المصارف الشرعية وكذلك زكاة الفطر وكيف توزع المستحقين ويتبع فيها السنة والأدلة ويعلمون أن البدعة ما فيها خير من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لما يكون هناك يعني مقرأ الأطفال مقرأ للنساء توزع المصاحف ترجمات بلغات مختلفة تخصص أرقام هواتف الإجابة على الأسئلة يتعاون مع المواقع الإسلامية يتعاون مع القنوات الإسلامية يتعاون مع كل يعني مراكز النشر الإسلامية لتزويد المسلمين في كل الأماكن بما يعينهم على الطاعة وتعاون على البر والتقوى وتعاملنا مع غير المسلمين منطلق من قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نريد أن نجل الصورة صورة الإسلام العظيم لغير المسلمين في الغرب والشرق ونفتح حتى عيون الباحثين على ديننا وأن نوجهم إلى ذلك وهناك كثيرون يبحثون عن الحقيقة كثيرون سائموا الضلال وظلمات الكفر كثيرون يحسون بالمعاناة هذه أديان ضلالة لا تحقق لهم سعادة طيب نأخذ أيضا اتصال أخينا محمد أبو زكريا من إسبانيا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيخنا الحبيب عليكم السلامة الله وبركاته علما أننا نوجد في إسبانيا وإسبانيا يتبت فيها رؤية غياب حمرة الشفق فهل يجوز لنا أن نأخذ بالقياس أي نقيس ما بين البغرب والعشاء بساعة وربع أو ساعة ونصف علما أن الزمان موجود بارك الله فيكم طيب الآن المسألة ما هي التداخل التداخل بين وقت الفجر والعشاء الشمس إذا غربت يبقى الشفق الأحمر في جهة الغرب وهذا وقت المغرب متى يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر وجاء السواد الحالك يدخل وقت العشاء إذا طلع الفجر من جهة الشرق النور نور الفجر بزغ انفجر الفجر خرص دخل وقت الفجر الإشكال أين يحدث؟ أنه في بعض المناطق في بعض أوقات العام يبقى الشفق الأحمر موجودا في الأفق من بعد المغرب إلى الفجر وإلى ما بعد الفجر أحيانا فيصبح عندنا إشكالية في وقت العشاء وطبعا هذه مسألة في رمضان مهمة لأن صلاة التراويح بعد العشاء فمتى يصلون العشاء ومتى يصلون التراويح طبعا لأهل العلم في ذلك أقوال فمنهم من قال ينظرون في أقرب البلاد إليهم مما فيه وقت عشاء متميز ويسيرون بناء على ذلك يعني فلنفرض أنه أقرب بلد إليكم يغيب فيها الشفق الأحمر مثلا الساعة كذا في الليل خرص امشوا وقت العشاء يدخل عندكم كما يدخلوا عندهم قال بعضهم ذلك وقال بعضهم نفس البلد ينظر في آخر يوم كان فيه وقت عشاء متميز نفس بلدكم هذه ليس طيلة السنة الشفق الأحمر موجود هذا بعض الأيام طيب قبل ما يحصل الاختلاط قبل ما يحدث هذا الامتداد الشفق الأحمر إلى الفجر متى كان العشاء يدخل تمشون على ذلك بعضهم قال على أم القرى بعضهم قال يجوز الجمع يعني مدام حصل هذا الامتداد يصبح وقت المغرب والعشاء واحدا فيجوز الجمع أنت تقول نقدره بساعة وربع مدام الساعة وربع عندكم على العشاء قبل أن يحدث امتداد الشفق أو أقرب بلد إليكم فلا بأس بذاك هذا اجتهاد طيب ولا بأس به طيب نحن في عمرنا نسير إلى الله سبحانه وتعالى وكل رمضان يمر عليك يا أخي المسلم هذه نعمة عظيمة من الله ولا تضيع اللحظات واشتغل بالفرائض ثم النوافل لأن بعض الناس مثلا يصلي التراويح ضيع الفجر كيف يا أخي كيف ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترطوا عليه بعض الناس يضيع صلاة الظور ما يقوم إلا بعض العصر ينام ينامون طب هذه فريضة تجدوا روح التراويح مهتم بالتراويح طيب أنت الآن مسارع للتراويح وعندك فرض الظهر ما تصلي في وقته تنام باستمرار عنه أليست هذه فريضة أليست هذه من الصلاة الخمسة العظيمة هذا النقطة مهمة جدا لازم ربي أنفسنا على الفرائض قبل النوافل تقول حفصة بن سيرين يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم واغتنموا وقتكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب هذه مسؤولية خاصة على الشباب أنه عنده طاقة فالآن فرصة عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه هنا سؤالان عن هذا الموضوع كذلك من الأمور المهمة التصويم الأطفال كيف نرغبهم في الصيام والأجر والفضل ونخلي الولد يعيش شعور التحدي مع نفسه أنا أستطيع بل أستطيع أنني أستطيع نعم في البداية ربما يصوم جزء من النهار ثم أطول ثم أطول إلى أن يستطيع أن يصوم النهار كله كيف نتدرج بهم كيف نرغبهم نبين لهم فضل هذا العمل نكون خدوة لهم وما نمنعهم من الصيام إذا أراد الولد أن يصوم ولا يتضرر بذلك ما نمنعه نلاحظ أن هذا الصيام أن هذه العبادة فيها رأف من الله يعني من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الاهتمام بالأسرة يا أخواني وحتى في قضية خدمة الوالدين عند الإفطار لما تأتي لكبير السن بالطعام تقوم على خدمته والله هذا يعني باب عظيم للأجر أحب الأعمال الله تعالى الصلاة على وقتها قال ثم أيقى لبر الوالدين وأيضا يعني في ليالي رمضان تفتفقد الاتصالات وصلة الرحم الآن فرصة يعني نفوس هادئة وبعين ترى فرصة لإصلاح الخلافات ما في يعني ما يخلو ما يخلو إنسان من خلافات عائلية بينه وبين أهل زوجته أو مع أهلي هو أو أو طيب رمضان يعني ضاقت مجاري الشيطان بالصيام فلعل الآن فرصة الإصلاح العلاقات تكون مهيئة أكثر فننتهز هذه الفرصة أما مسألة يعني تربية أهالينا على ترك المنكرات معالجة أوضاع البيوت التي فيها منكرات كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته فهذه يعني خطوة مهمة جدا ممكن الآن في رمضان تهيأ لك إصلاح وتنظيف ما كان ممكن تهيأ لك قبل رمضان وأيضا يمكن أن يكون يعني في هذا الشهر من أنواع المطالعة والمراجعة والمراجعة لحفظ القرآن ما لا يكون في غيره فاغتنمه في مراجعة حفظك للقرآن واستعادة ما نسيته استعادة ما نسيته كذلك يعني في هذا الشهر العظيم يوجد دعوة يعني محق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه أن نوثق العلاقات فيما بيننا وبين الأسر فإذا دعاك فأجبه دعوة على الإفطار دعوة على السحور النساء مع النساء الرجال مع الرجال ما ينسون الأطفال من الفوائد في المجالس هذه يعني إذا دعاك فأجبه الآن في رمضان لها معنى خاص أنها ليست دعوة ليست أي دعوة الآن الدعوة فيها اجتماع على هذا الخير العظيم مع الشعور بالخوة الإسلامية والمحبة بين المسلمين طيب نسمع اتصال أخونا ياسر ذويب من كندا تفضل ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كيف يمكن بالنسبة للمسلم في الغرب وبالنسبة للمسلم في كندا وفي شمال أمريكا كما تعلمون فضيلة الشيخ أن التوقيت الإداري يختلف عن التوقيت بالنسبة لبعض البلدان في وطننا الإسلامي وبالتالي هناك بعض الحرج بالنسبة للإنسان المسلم كيف يستطيع حقيقة أن يستثمر في هالعديد من الأخوة الذين يشتغلون في الليل وبالتالي كيف كذلك أن نستطيع أن نستثمر هذه الأوقات ورمضان شهر رمضان المباركة هذه النقطة أولى نقطة ثانية بعض الأشياء التي أراها حقيقة سلبية هي في جاليتنا الأسف الشديد هو نظر أن هناك طول الوقت في كندا وفي أمريكا الشمالية في شهر رمضان وبالتالي ويأتي شهر رمضان المبارك في الصيف بالتالي هناك نوع من سوء فهم لروح رمضان تجاه الآخر مثلا السخب وعندما نخرج إلى المساجد بعد الصلاة في صلاة الترويح وبالتالي لا يوجد احترام لحق الجيرة طيب أما يعني موضوع اغتنام الشهر في أثناء العمل يعني الآن بعض الناس عندهم دراسة وبعض الناس عندهم أعمال وما في مثلا في بلاد المسلمين أحيانا فيه والله مراعاة أنه ست ساعات الدوام يقصر ومراعاة للشهر وما يلزم يعني في رمضان لازم يكون الانتاج الدنيوي أكثر أو مثل الطبيعي الواحد إذا صام يصير فيه نوع من الهبوط في انتاج هذا متوقع لكن نحن نقدم الآخرة على الدنيا ولا ننسى مصالح الدنيا أيضا ومصالح الناس بالذات إذا كان واحد في بينه وبين الآخر عقد يجب أن يفي به فهو عليه أن يفي بالعقد هذا لكنه لا يضيع فرائض الله ما يجي واحد طالب يقول أنا سأفطر في رمضان من أجل الاختبارات وهذاك سيقول وأنا سأفطر في رمضان لأنه عندي عمل يعني نقول لا يا جماعة ليش الصيام ركم من أركان الإسلام الصيام أهم من الاختبارات الصيام أهم من الأعمال هذا ما يمكن ثم أنت تستطيع أن تجمع فيها مشقة صح يعني الآن طالب يختبر في صيام مثل طالب يختبر في إفطار لا لكن أنت سيعينك ربك يا أيها الطالب وأنت يا أول موظف وحتى لو ما طلعت نتيجتك في رمضان مثل لو كنت اختبرت وأنت مفطرا وأنت مفطرا فأنت يا أخي يعني تنازلت عن شيء لله ستأخذ مقابل يوم القيامة ما فيه لا تقول لا نقص مني من أجل الصيام نقص عليه نقص عليه من أجل الصيام نقول وأين وأين يعني أنت أين إيثارك للآخرة الأولى أين بل تؤثرون لحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى طيب بعض الإخوة يقولون هل نخرج زكاة الفطر نقدا في أوروبا نقول أخرجوها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ولا بأس أن ترسل المال لغيرك ليشتري من الناس الموثوقين المهم يكون الإخراج في وقت الإخراج أنت ممكن ترسل من الآن لكن متى يشتري وكيلك ويخرجه متى يوصلها للفقير المهم أن يكون هذا الإيصال في الوقت الشرعي مهم التحويل ولا الدفع ولا الشراء الطعام المهم يكون إيصال الفقير في الوقت الشرعي السؤال إحضار الأولاد إلى المساجد في صلاة الترويح نعم من تربيتهم لكن أنت تكون رقيبا عليهم أنت مسؤول عنهم أما أن يجعل المسجد ساحة للألعاب والأمهات تأتي بالأطفال وأحيانا بالحفايض والنجاسات والعصير والأشياء التي تلوث فرش المساجد لا هذا مسجد وقف يجب المعافظة عليه يجب أن يصان بيت الله عن الزعيق والصراخ والعبث واللعب فإذن إذا أتينا بأولادنا نكون مسؤولون عنهم الزوج يعطيني مبلغ كل شهر المنزل ولحاجاتي الخاصة ويقول أصري فيك ما شئتي هل أستطيع أن أأخذ منه لأهلي مدام قال كيف شئتي خرص تستطيعين أما إذا قال أنفقيه على البيت كيف شئتي يعني اشتري من النوع اللي يعجبك خرص على البيت على البيت أما هذا لك أنت خرص أما إذا قال أصرفي على البيت وما زاد فهو لك فإذا حسب ما قصد زوجك ولا مانع من استفسار منه حتى تتبين الأمور حتى تتبين الأمور طيب تنبيع على مسألة ملابس النساء خصوصا إذا ما يجي رمضان في الصيف ونجد مثلا تهاونا بالحجاب ويعني كشف ما لا يجوز كشفه واختلاط أحيانا عند أبواب المساجد وبين النساء والرجال يعني شيء لا يرضي الله فإذا لعلكم تتقون تتقون في كل شيء ما فقط في الصيام والحجاب سيء لا ليس نصوم واتصالات تراويح ثم اختلاط محرم هذا لا يجوز يجب أن تتضح التقوى في سلوكياتنا وتصرفاتنا بالنسبة للحمل والأرضاع إذا استطاعت تصوم قد تستطيع وإذا ما استطاعت هي تتضرر أو الولد تضرر فهنا يجوز لها الفطر وليس عليها على الراجح إلا القضاء فقط طبعا هذا سؤال مؤلم على الناس في بعض الأماكن في الخارج يفطرون على الطعام في خنزير نقول عجبا أنت صمت عن ماذا وتفطر الآن على ماذا فيا أخي عد إلى الله سبحانه وتعالى وترك ما حرم الله اترك ما حرم الله ولا للخمر ولا للخنزير ولا للميتة ولا لأي شيء حرام هذا الصيام أنت الآن صمت امتنعت عن الطعام لله هذا يذكرك بما يجب أن تكون عليه طيب بالنسبة لموضوع يعني ما يأتي في شهر رمضان من قضية مثلا المساعدات يجب أن نتحرى بصدقاتنا مواضعها يعني ما نرمي لفلوس هكذا رميا في أي شيء لا من المستحق الحقيقي ومن المستحق الأحوج وما هي الصدق الأنفع وما هي الصدق الأدوم والأكثر نفعا والأشمل نفعا والأبقى مدة والأحوج إليها الحاجة إليها أشد شوفوا الاعتبارات أنا أريد أن نضع صدقة في أي موضع الأحوج الأنفع الأبقى الأدوم الأطول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن جعلنا من أنصار دينه وأن يجعلنا من المتعاوين على البر والتقوى القائمين بنصح إخوانهم الدعين إلى سبيله وأن يجعلنا من يقوم بدين حق القيام ويدعو إلى سبيله وأن نكون ممن يجالس الأخيار والصالحين وأن نذكره سبحانه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان جميعا بخير وعافية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شهر النفحات تصف الأرواح وتسمو متخذة من القرآن هدى ومن فيض النبوة بينات إشراقات إيمانية وأحكام العبادات في شهر رمضان وقفة يومية مع أمثال القرآن الكريم مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها للغة الإنجليزية ومن خلال التطبيق المجاني هدى وبينات اشترك بالمسابقة القرآنية اليومية والجائزة اليومية مئة دولار برنامج هدى وبينات مع الشيخ محمد صالح المنجد يوميا على الهواء مباشرة في الأوقات التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر